السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول العددي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح تقييم الأسبوع السابعة طيب خلي بالك الأسبوع السابع على الوحدة الثالثة بيبدأ معايا بالأداءات الصفية نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول هنا طيب إحنا قلنا إنه عبارة عن لعبة اللعبة دي أنت بتحل الغاز بتجي لك عن طريق تطبيق على الموبايل والألغاز دي بتفتح لك إحداثيات كده توصلك إلى كنز بتبحث عنه طيب هو بقى بيسأل بيقول إن الجيو كاشنج دي هي طبعا هواية فأنت هنا هتقول له إذ ماي فايفورت هابي أدي أول إجابة السؤال الثاني بيقول هنا أمقاط إذ آه هيدين بوكس وز سمول انترستين سينجس ان فور بيبو طيب ده تعرف لإيه بيقول لك صندوق مخبأ يعني بيكون فيه أشياء جميلة جدا الناس بتدار عليه هنا ده تعريف ليه الكنز أو الخبيئة اللي في اللعبة طيب كنز أو خبيئة يعني جيو كاش يبقى هنا رقم اثنين هتبقى جيو كاش والسؤال اللي بعده بيقول نقاط إذ آه بريتن ريكورد آف إيفنس طيب بص كده بيقول لك سجل مكتوب للأحداث عندنا كلمة اسمها اللي هو السجل يعني اللي بتقدر تسمع فيه الأحداث واللي بعده بيقول هنا طيب هنا بيقول لك هما بيدرسوا إيه في حصة الرياضيات طبعا في دروس الرياضيات ممكن أدرس كوردينيتس يعني بقى كلمة كوردينيتس يعني إحداثيات دي الوحيدة اللي تنفع أو الكلمة التاريخ لأ والكالرز الألوان لأ طبعا هي كوردينيتس يعني إحداثيات طيب بعده كده بيقول هنا طيب هي تريد أن تقابل ناس آخرين عايزوا بقى اللي بيتشاركوا أفكارها طيب بيتشارك يعني أو هوايتها كلمتها تشارك يعني share فالجابة هنا تبقى share واللي بعضه بيقول هنا أعوز يقول لك إزاي الجيو كاشينج بتساعد نيرمين إنها تكون صدقات طيب خلي بالك كلمة تكون صدقات دي اسمها make friends فأنت هنا تقول لي make واللي بعضه بيقول هنا طيب بيقول لك إننا بنساعد أو نحن نساعد مين خلي بالك بقى هنا بيقول لك في وجبه وجبه هو أنا بتكلم عن ولد هنا يبقى عايز أقول هنا ضمير مفعول اللي هو هم إحنا هاني بنساعده في الوجب بتاعه يبقى هنا هم طيب بعد كده بيقول هنا نقط طيب بص هنا بيقول عايز يقول هي بتحب المشي في الطبيعة خلي بالك هنا فعل والفعل عايز قبله فعل طيب يعني مضارع بسيط يعني الفعل هنا لازم يكون مفرد فأنت هنا مضطر تختارش علشان طبعا لايكس أخيرها إسا المضارع البسيط واللي بعده بيقول who are نقط cupcakes at the school bazar طيب ده سؤال عايز قول مين اللي بيبيع الكوب كيك في طبعا البازار في المدرسة طبعا عايز الفعل يا بيع اللي هو هوا جيب لك هتقوله أنت اللي هي معناها يا بيع يعني واللي بعده بيقول هنا طيب بص هنا أنا بسأل في زمن المضارع المستمر عرفت إزاي عند حاجتين أول حاجة السؤال موجود في كلمة الآن دي بتدل على المضارع المستمر تاني حاجة طيب يعني أنت هنا هتختار يا إما آم يا إما إز يا إما آر على حسب يا رجالة على حسب الفعل الفعل عندك هنا يبقى ده جمع يبقى تختار آر ماذا تفعل الآن الصحة اللي بعد كده لسا مكملين مع بعض تقييم الأسبوع السابع بيكون في عندنا الأداءات المنزلية طيب السؤال الأول فيها بيقول هنا نقط طيب هنا بيقول نوع مميز نوع خاص من البحث عن الكنوز الخارجية طبعا ده تحريف برضو ريت جيو كاشينج اللي هي قلنا لعبة موجودة على التلفون بتدي لك إحداثيات بتوصلك بيكونوز السؤال الثاني بيقول أنا بحب الرسم والتلوين فين بقى تقدر ترسم وتلون في نادي الفنون نادي الفنون يا شباب اللي هو آرت كلاب فهنا تختار آرت واللي بعده بيقول طيب إحنا بنقدر أو إننا ممكن يعني نتشارك أفكارنا مع الآخرين علشان نحسن من أعمالنا وأدانا طيب يتشارك مع دي اسمها share with فإذا هنا هتقول لي share ideas with يابع اللي نقص عندي هنا share طيب إلي بعده بيقول هنا when we disagree with someone it's important to be not طيب لما ما نتفقش مع شخص معين لا نتطفق مع شخص من المهم برضو إننا نبقى أكيد كده مؤدبين يبقى هنا polite يعني لو أنت مش موافق على حاجة لازم تبقى طبعا polite مؤدب وأنت بتتكلم بعد كده بيقول in due caching the not come from an app on your phone طيب بيقول لك في لعبة due caching هنا إلي بييجي بقى من تطبيق على التليفون وإنها قبل كده اللي هي الغاز اللي بتحله طيب كلمة الغاز يعني close المفاتيح والألغاز دي طيب بعد كده بيقول هنا they not sharing their pictures with friends طيب هنا بيقول إن هم أخلي بالك عايز يقول بيتشاركوا الصور مع الأصدقاء طيب ده مدارع مستمر عايز هنا am أو is أو are الفعالي نضف له ing طيب زي هنا فعال جمعة يبقى تختار إيه برفع عليك يبقى هنا هتقول لي are يبقى they are واللي بعده بيقول my teacher gave me some not to be good طيب بيقول المدرس أعطاني بعض لإيه علشان أبقى جيد أكيد بعض النصائح كلمة نصائح يعني advice واللي بعده بيقول هنا my sister likes to help in community I can help you not أختي بتحب إنها تساعد في المجتمع أنا أقدر طبعا أقدر أساعدها هي مانا أتكلم هنا عن أختي يبقى هنا عايز ضمير ملكية بيعود على أو ضمير رفاق مفعول يعني بيعود عليها هي فأقول له طبعا here طيب بعده كده بيقول I am not a journal now أنا عايزه بكتب يوميات دلوقتي خلي بالك هنا am عايزه وراها الفعل مضف له ing ده مدرع مستمر شرحنا المدرع مستمر قلنا بيتكون من am أو is أو are والفعل مضف له ing يبقى هنا أقول له writing طيب بعده كده بيقول do you want to come for a walk with a ده سؤال هل أنت تريد أن تأتي للمشي أكيد هنا بيقول له معي طيب ما قال له do you هل أنت يبقى تمشي معايا يبقى هنا عايز ضمير مفعول يعود علي أنا يبقى له with me الصفحة اللي بعد كده لسا مكملين شرح تقييم الأسبوع السابع طيب بيكون عندنا الاختبار الأسبوعي واللي بيبدأ معايا بيسؤال read and complete لتكملة النص السؤال ده عبارة عن نص صغير بتبدأ تكمل فيه الكلمات اللي فوق طيب نحل مع بعض النص بتاعنا بيقول هنا do you caching is an unusual note هنا عبي يسأل بقى بيقول لك do you caching هي ايه طبعا احنا قلنا ان هي هواية فهنا قل له hobby هواية يعني غير معتادة it's a note which you play to find something that has been hidden طيب بيكمل هنا وبيقول هي تكون لعبة اللي انت بتلعب انك تجد يعني شيء مختبئ يبقى هنا اقول له رقم اتنين هتبقى كلمة game هي عبارة عن لعبة بيكمل وبيقول in note the clues come from an app طبعا احيز يقول لك هنا في رقم تلاتة in due caching في اللعبة دي close اللي هي الالغاز بتيجي من app تطبيق on your phone او مفاتيح الالغاز بتيجي من على تطبيق على التلفون وفي انها بيقول it's my not a hobby طبعا it's my favorite hobby دي هويتي المفضلة فالاجابات بتاعتنا رقم واحد هتبقى hobby هواية وهي رقم اتنين هتبقى game وهي رقم تلاتة هتبقى do caching ورقم اربعة هتبقى ab وهي رقم خمسة هتبقى favorite طيب برضو بيديني قطع تانية بيقول هنا عايز يقول نقلت الى باريس مع بابها يبقى خلي بالك كده كلمة to بيجي معها move فقوله moved to ينقل الى بيكمل و بيقول she misses her not اسوان هي فقدت عايزون موطنها الاصلي مدينة اسوان طيب قلنا مسقط الرأس او الموطن دي اسمها hometown فرقم اتنين هنا هقوله hometown she loves the not with her friends هي بتحب طبعا geocaching جماعة اصدقاء بتحب اللعبة دي يعني لانه بعد كده بيتكلم عنها فبيقولك geocaching is her favorite نقط طبعا بيتكلم عن اللعبة ان هي هواية مفضلة كل حاجات دي قلناها قبل كدير فرقم اربعة هنا هتبقى hobby وبعد كده بيقول she decides to use her hobby to not her new site طيب بيقولي هنا بيقول يعني ان هي قررت انها تستخدم الهواية دي انها يعني تستكشف حاجة هتبقى explore راجع معها تاني كده moved hometown geocaching hobby و explore طيب اخر قطع عندي بيقول هنا نقط is a special sword of outdoor treasure اه خلي بالك اينا عايز يقول ان geocaching اللعبة دي هي نوع مميز من البحث او التفتيش عن الكنوز الخارجي يبقى رقم اثنين هتبقى hunt ورقم واحد geocaching just like normal treasure hunt زي بالظبط التفتيش عن الكنوز الحقيقية بعد كده بيقول you solve نقط to help you find something نقط طيب بيقولك انت بقى بتحل ايه علشان تساعدك في ايجاد الكنز اكيد بتحل الغاز يبقى رقم تلاتة اللي هي close طبعا عشان تجد كنز شايق يبقى interesting the treasure رقم اربعة ممكن نقول interesting طيب بيكمل بعد كده وبيقول but in geocaching ولكن بقى في geocaching the not come from an app on your phone في geocaching ايه اللي بيجي منه على تطبيق على الموبايل قلنا اللي هو close اللي هي الغاز دي وهي مفاتيح الالغاز يبقى اخر حاجة close اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في القناة